السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح او مساء الخير في الوقت اللي انتو بتشوفوني فيه يارب تكونوا بخير وبصحة وسعادة معاكم شريح والنهاردة هنعمل مع بعض شرايح اللحمة بالبصل حاجة كده سهلة وسريعة مش هتخلينا نقف رمضان كتير في المطبخ من غير موعين كتير قبل ما نبدأ الفيديو تنسوش بقى السبسكرايب واللايك وخلونا سريع نبدأ للصفة تاعتنا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اليه وصحبه اجمعين اول حاجة كده معايا نص كيلو من شريح اللحمة ومعايا كمان قدهم نص كيلو من البصل قطع البصل جوليان كده بالسكينة ممكن كمان تقطعوه بقطعة البطاطس هم حاجة لازم يكون الكمية بتاعت البصل قد الكمية بتاعت اللحمة يعني لو استخدمنا كيلو من اللحمة نستخدم قدامه كيلو كمان من البصل وبعد كده بقى هبدأ ان انا تبل البصل بتاعي حطيت على نص كيلو البصل ده حطيت عليه معلقة صغيرة من الفلفل الاسود كمان هحط عليه الرشا من الملح علشان يتبل كويس وهبدأ ان انا ادعاكم كويس ببعض بايدي كده ولازم الحركة دي علشان تتأكدوا ان البصل يتبل كويس هركن الطبق ومش هسيبه يتريكن كتير يا دوباك بس على متبل اللحمة بتاعتي علشان انا مش هايزة البصل ينزل الميا بتاعته اما بالنسبة لللحم بقى هنا اا التوابل اللي انا هستخدمها مش توبل كتير انا حطيت فلفل اسود اا في الاول دلوقتي بحط بقى الكوزبرا واحط كمان عليهم كمون. الكمية طبعا لانا مستخدمها نص نص معلقة صغيرة من الكزبرة ومعلقة مليانة من الكمون اهم حاجة الكمون يبقى كتير كده عشان تستمتعه بتعم اللحمة. مش عايزة اكتر بهرات اكتر من كده. ممكن ترش بس من جسط الطيب. عشان تبدي التعم الحل ومش هنكتر اكتر من كده البهرات عشان تستمتعه بتعم اللحمة. انا محطتش على فكرة ملحة عليها اللي انا حطيته سكر. اه علشان يعني يعجل السواب بتاعها شوية. اه اما بالنسبة للحمة لازم واحنا بنستخدمها تكون ملبسة علشان احنا مش هنستخدم اي زيت في الوصفة دي. اتبلها كويس كده بالبهرات يمين وشمال. واتأكد ان البهرات وصلت بوصلت لها كلها. اه بعد كده هتوصل بقى هنا. حط بقى اول رأى من تحت البصل. حط كده رأى محترم. بعد كده هحط عليه اللحمة بتاعتي. وبعد كده رأى محترم من البصل. بعد كده اللحمة. وهكذا وهكذا لحد ما تخلطوا بكمية كلها الا معيكو. اه ما تقلقوش بقى. احنا يعني مش لازم ندي خلص اللحمة صدمة قبل ما نستخدمها لان احنا كده كده قريدق هنحطها وهنغطيها هتنزل الماء بتاعتها وهتشربها تاني. فمش لازم اتقولوا شوية في كل الاحوال هتستوي معنا. وعلى نور عالية هنا هنزل بقى حط الطاصة بتاعتي كده. ومن غير ما نغطيها خلص اول ربع ساعة هسيب البصل ينزل للماء بتاعته. واول ما تشوفوا بقى البصل بدأ ينزل الماء بتاعته بالمنزر ده. هنغطي التاصة على طول. وهنوطي النور. وبعد كده هنسيبها بقى نفسها خالص من ساعة وربع لساعة ونص. تشوفوا بقى كده اللحمة بتاعتنا بدأت تستوي ولا لأ. ولو ما استويتش يسيبوها كمان من ربع ساعة كل ربع ساعة بصوا عليها. ده كده كان شكلها بعد ساعة ونص. مفيش اي بصل باين. مستحيل اصلا لكم اطلق البصل ده فيها خالص. بتفرجوا كده على المنزر. انا هدت لها تقليبة بس كده. اللي من تحت آآ اللي ناحية التواصل قلبته. لفوق. وهكرر الموضوع كده مع كل الشريح. آآ كمان عايز اقول لكم حاجة تانية لو الفرن عندكم آآ لو قصدي البوتاجاز من عندكم من فوق مليان. ولو انتم مسلا في عزومة او كده. وانتي مستخدمة كل عيون البوتاجاز ممكن تعمليها في صانية. واتدخليها الفرن. وتغطوها طبعا بفويل وتدخلوها الفرن وتكون درجة حرارته عليها في الاول. وهنسيبها على فرن ايه? درجة الحرار بتاعته المتوسطة على الرف الوسطاني لمدة من ساعة ونص بقى لساعتين. علشان تكون استوت تماما. واهم حاجة اهم حاجة ما تحطوش ملح في الاول علشان شريح اللحمة ما تشدش محيكه ومش هتستوي بسرعة. كمان وانتم عند الجزار هاتوا اللحمة تكون صغيرة. ما تكونش كبيرة علشان برضو بتتاخر في السوة. كمان هتوها من الجزء العلوي آآ من الدبيحة. بس كده هنقدمها بقى مع الرزو الابيض. ممكن بقى تتاكل كده آآ السوس بتاعها يتاكل بعيش. حاجة خرافية 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 جماعة. ما حطتش انا على فكرة اي حاجة من الزيت او السمنة او الكلام ده كله. الدهون اللي كانت فيها ساحة وضيت لنا اللمعة الجميلة اللي على الوشتي. وصفة سهلة وسريعة هي وما اخدتش مننا اي وقت خالص في المطبخ ولا مجهود. من غير اي مواعين ممكن تتعبكوا. فعميلها واستمتعوا باحلى وصفة لشرايح اللحمة تاكلوها. ومتأكد ان هي هتعجبكوا بازن الله. هو كده نكون وصلنا الاخر الفيديو بتاعنا للنهاردة. تنسونيش بقى في اللايك والشير والسوسكرايب للقناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلوكم اني اشعر بكل جديد. اشوفكم الفيديو القدم على خير بازن الله. واسبكم في رعاية الله وحفظه. والسلام عليكم.